لما بتوعد تكتب وتتخيل بتكتب وانت شايف انت بتكتب لمين؟ يعني احيانا كلنا نقول انا عايز اعمل فيلم تجاري لا انا عايز اعمل فيلم للشباب لا اعايز اعمل فيلم للاطفال لا اعايز اعمل فيلم كذا فانت بتوعد تكتب مين اللي بيكونوا في خيالك انت شايفهم حيعجبهم ولا مين دول؟ مين النوعيات؟ انا بشكوك جدا عالسؤال ده فعلا لان دي اكبر معاناة عندي شخصين وانا بكتب وخصوصا لما اتكلم مع اي حد بره منطقتنا الاقي مهميتها سهل من مهمتي بكتير هو بيكتب ببساطة لجمهور ونقاط لممثل لمنطق مفهومة بيكتب لصناعته ولجمهوره احنا هنا مش منكتب لجول بس ادائما كنا نعيب قوي على افلام العيد يقولك بيلعبوا على العادية يعني اللي هو عايزين العادية من الولد الكسيب ده بالزر اللي معاه شوية فلوس هيدخل يحط العادية وخلاص مش مهم الفيلم في ايه؟ هو ما جيب الولد ده السينما حلو بس هنا هنا بكتب هو واضح جدا انه بكتب الجمهور معين قصدهم جميل انا مش بكتب بس الجمهور انا بكتب انا عندي مجلس ادارة في دماغي وانا بكتب كل مشهد مجلس ادارة ده في الجمهور في المنتج في الممثل في التكلفة مش بس دول دول عادي في الرقابة في المؤسسات الدينية في المتطرفين الدينيين في الشباب اللي على تويتر في أمي وبتعرف تعدي من دول كلهم ما هو تخيالي بقى انك تطلعي جملة كل دول هيوافق عليها يعني قصدي لان انت ممكن تبقى الرقابة توافق زي ما حصل في الشيخ جاكسون ويطلع لك محامي يقولك انت بتصدري أديان او يطلع المنتج يقولك الكلام ده ما يبيعش يا باشا على فكرة ده انا متفهمه دي صنوعه فانا متفهم من المنتج ده يبقى رأيه بس اللي انا مش متفهمه ان انا اعمل فيلم ولاقي وانا مش متخيل خالص ولاي الرقابة رفضة او الاقي ان في محامي بيرفع عليها اصدراء أديان بتاخد وقت قد ايه في الكتابة اللي فيها سبعة تمن تسع عشر اشخاص دول عشان ابقى صريح جدا والناس مش تتصدقني المعدل بتاعي من خمس لعشر سنين في الفيلم بس هو طبعا انا مش بقى عشان يعديك على كل ده طبعا انا الفيلم بيجي يعني معظم الافلام اللي دلوقتي بكتبها مسلا وشغال عليها هي افكار كتت عندي من عشر سنين بتقعد بقى تتخمر اسيبها شوية وارجع لها لحد ما توصل لمرحلة انها جاهزة ان انا اكتبها يعني برا منهج ده لسه نزل انا الفيكة دي او مرة جات لي كانت 2010 فانا بتكلم من 12 سنة من 2010 حد 2012 ايه اللي بيحصل اكتبها مرة واسيبها وبعد كده اقول لا امش هتنفى وبعدين اقول مش ملأمة وبعد كده ارجع لها تاني وهكذا فالفيلم بياخد وقت طويل جدا عشان يوصل لمرحلة انه يطلع الشاشة